التكتوكر حسام الأمير الملقب حسحس الذي يعرف عن نفسه بأنه صانع محتوى كوميدي يتعرض إلى صدمة كبرى صدمة عمره إثر إغلاق حسابه الشخصي وفقدانه ثمانية ملايين من متابعي في تكتوك الشاب وبعد أن كانت ابتسامته وضحكته لا تفارقان وجهه ظهر لجمهوره ومحبيه خلال الساعات القليلة الماضية وهو مستاء منزعج يذرف الدموع يتحدث بنبرة صوت حزينة بسبب حملة إبلاغات قوية وبلاغات ضده وضد حسابه كانت السبب وراء اختفاء حسابه من المنصة في تكتوك جاه هذا إذان الله أكبر كل من بلق كل من شتم كل من سب بجاه محمد بجاه كل من اجاهه بجاه شهر رمضاني هذا الكريم الله يطلحها بك وحسب الله ونعم الوكيل عليك يا ولعوانت الله لازميني تعال حسح الساعد الفقراء تعال حسح الساعد يا ولوليد بن طلال يا ولوليد بن طلال اش قد غني؟ ما حد نزل عليه منشور قال له ساعد زين أنت من تنزل على حسحس وتما تنزل على مسؤول على شغلة تقول له ساعد الفقراء أدري شايف عندي ليش ما تنزلون على بقية المشاهر يساعدون ليش ما تنزلون على حسحس لأن طلال حسحس باللقاء قال أنا أريد أساعد وأنا أساعد إليك آني وجهكم ربع أنا أساعد إليك أنا أساعد لأ الله ضروري أحنا شوفك لما أنا أساعد على مترضى علي سويت مثل مارت تقمنا نساعد باللايفات تعال جاي ليش يساعد هذا وما يساعد هذا يالله تفضل زين دالعالم تجيك البيت قام يجوني للبيت قام يجوني للبيت كله محتاج مليونين وحشر ملايين منين تجيب لهم ذوله ما حد جاني قال أنا محتاج خمسين ألف كله مليون وفوق منين تجيب لهم منين تجيب لهم عمي عفوني بحالي عفوني بحالي عمي عفوني بحالي عمي ماريت هالبرنامج الخاطر الله بس عفوني بحالي ما هاكو هاي الوضعية يا ولعوان تالله كل من يطب علي يطبون تحاربون عريش شو مسوي لكم آني بيوم قالت عليك يوم متجاوز عليك يوم ماكل عشاك طافر على بيتكاني عشو قاعد ببيت وساكل وقاعد نضحك بهالعالم ونتونس ونضحك ما حد قل ايش بيكم بجاه ايادة الي جاه بجاه محمد ان شاء الله شكه واحد بلق الحساب وان شاء الله شكه واحد سوه ان شاء الله الله يطلحها بي بس حسب الله ونعمل وكيل عليكم وصلت بيكم تقطعوا الرزق واحد والكنباب رزقي لا عمدي شغلة لا عملة غير هاي الشغلة الله لا يوفقكم بجاه محمد الله لا يوفقكم حسحس الشخصية المشهورة المثيرة للجدل في عالم السوشال ميديا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة اكتسبها عبر مقاطع مصورة ترفيهية كوميدية وجولات ومسادقات كثيرة عبر لايفات تيك توك طبعا نشر فيديو جديد له وهو يوجه رسالة شديدة لهجة إلى الكثيرين لعدم دعمه ومساندته لافتا إلى أن الحملة التي تعرض لها عدا أيام واختتم حاديثه بحسب الله ونعم الوكيل يعني ما أقول بس حسب الله ونعم الوكيل يعني أنا أول شغلة أنا عشت حياة بسيطة والحد هاي اللحظة أنا عايش حياة بسيطة هدفي الوحيد اللي هو كان بس أنه أرسم الضحك على العالم لأن أنا ما أقدر أضحك أنت وأنتي ما تعرفون الظروف اللي أنا عشتها ولا مارين بالله أنا مارات به كلها طاشة علي سالفة مليار دير وما دري شنوة وانت ما تعرفان شون عايش كلها حشت على الجولات وما دري شنوة وكل مشهور قاعد يسوي عشر جولات بالشهر ما حد حشة علي كل الناس ينزل لها دعم كل الناس عندها مشاهدات ما حد حشة عليهم مشاهير عراقيين ينزل لهم دعم أكثر من مليار مر ما حد حاربهم أنا مأذيك هسا أنت تتعلق والمشكلة المشكلة هسا حضر حسابي أغلب التعليقات الكاتبة حيل ويستاهلهم مهل الأنبار زين ليش أنا مو بنكم زينان يعني أصلي مو من الأنباران من الفلوجة زين أنت مو معروفين بالغيرة ومعروفين بالشهامة وبكرام ومدري شنوة زين شون بنبلدكم ويشتحشون بالمنطقتكم مو بنبلدكم يا عمي والله ما مأذي بشر يا عمي والله ما مأذي بشر هذا باب رزقي أنت تجي تقطع لرزاق تجي تقطع لرزاق واحد والله حسحة سوى جولة عمي أنت ما تفتح حساب التحد لازمك تكتك مال الخلفني آلي سوى حساب عمي وروح انشر الته من يمك يعني عايفين الدنيا وجايين علي حسب الله ونعم الوكي بس هاي أقول حسب الله ونعم الوكي حسب الله ونعم الوكي هدفي الوحيد رسم للضحكة على وجوهكم لأنني ما أقدر أضحك فجاي تقطعون رزقي ليش بهذه الكلمات أعرب حسحس عن عميق حزنه وعتبه على من كان السبب وراء حطف حسابه وخسارته لمتابعيه اللافت للانتباه أن حسحس لم يستسلم بل أنشأ حسابا آخرا جديدا له فخلال ساعات فقط تابعه قرابة تسعمائة ألف شخص في تيك توك تابعه قرابة تسعمائة ألف شخص